طيب هنشوف ضربة البداية المعتادة مع حضراتكو هي دايما مع مقالي ومقاله آفة مدينتنا الآنية نجيب محفوظ الحياة قال إن آفة مدينتنا أو حارتنا النسيان إن احنا ذكرتنا ضعيفة جدا ودي مشكلة كبيرة أوي بننسى الوسط الرياضي بتاعنا دلوقتي وفيما يتعلق فيه مع الأهل بالتحديد الآفة الكبيرة اللي فيه هي في فكرة الأنية والأنية بمعنى إحنا أولاد دلوقتي الأهل يلعب مباراة أو ياخد بطولة يبقى دا أفضل حاجة في الدنيا وده النظام المؤسسي جدا وتعلمهم الأهل وشوفوا الأهل يعمل إيه والأهل ما عندوش أحسن لعيبة بس عندو أحسن إدارة والأهل سيستم بتغير أفراد لكن بيفضل زي ما هو وتسمعوا أحلى كلام نموذجي عن السيستم الإداري ونظام النادي والمطالبة للجميع أنه هم يتأسوا يقتدوا بيه يخسر الفريق مباراة مباراة يبقى الإدارة فاشلة والنظام ما عندوش فكرة ومتراهل والخطيب وخدع كل حاجة إيجابية حلوة قالت تقلي بالعكس اللعبة نفس الحكاية الجهاز الفني أعتقد لسه أنتوا فاكرين مباراة فيوتشار بعد فيوتشار ريكاردو سوارش ضربت معلم من الخطيب وهائل يا كابتن وبرافو واختيار ثم بعد 48 ساعة تحصل مباراة أخرى لا يوفق الفريق يفضل دايما التهويل والتهليل بشواني بس يا أستاذ فراهيم أسهل حاجة تكتب بعد الحدث وكل وما يشغله وكل وغاياته خلاص؟ لكن لما وهنا الخطورة وده اللي خلانا نتوقف ونذكر بعض الأسماء أن الكلام كان مبني على تكهنات بالانهيار خصوصا ماتش فيوتشار بعد الجونة فكان الكلام قبل المباراة بكمية هدم في عناصر اللعبة وده اللي دايقنا احنا لما بنيجي نقول فلان ونقول له انت سفرت ورجعت احنا مش بنعيره ولا بنمن عليه عشان الناس يزاد علينا احنا بنفكره يا ابن الأهلي انت النادي الأهلي لم يتخلى عنك فلا تتخلى عنه لأن طبيعي ان في ناس من المعسكر الآخر حيتصيدولك قبله وبعده حيقوله لكن اللي مش طبيعي ان انت تقع في الفخ ده وتنجرف إليه في الوقت اللي ناديك عايزت وما تقوليش بقى أصلحنا لأ انت طب بدليل ايه احنا تكلمنا قبل فيوتشر لما كان الرد المفروض يجي لنا ايه في ساعتها اللي زعلان من كلامنا يردش على ساعت لأ فيوتشر كسب حيرد يقول ايه استنى معاول واقعة وهو ده وهو ده اللي انت بتقوله وده اللي بيعين لك النواية هو انا بقولك طبطب على اللعيب ولا طبطب على الجهاز الفني ولا اقول حاجة ما حصلتش محدش هيصدقك بس وانت بتشير اولا مفيش شخصانة مفيش حاجة اسمها اللعب كلها لازم تامشي مفيش حاجة اسمها كده في الدنيا لان ده اللي عايزين يغرسوه في عقل جماهيرك دلوقت مفيش حاجة اسمها فلاني الفلاني تسخر منه وتهده وتسخر من قدراته ها وتدي صفار وتدي ارقام الكلام ده في المباراة ماشي لم يكن على قدر المسؤولين في هذه المباراة واول متوقع دون ان تغفل الظروف اللي حنتكلم فيها اسناء المباراة وماذا تركيز المنافس بتاعك في المباراة يعني احنا حنيجي في مباراة بيراميد والاهلي مش كده فيها فقط ها طبعا ها يعني طلع هاني اتكلم بجملة ناس لا احنا لعبنا بغير عند هذه الجملة امور كدير بتتفصل من ناحية الفنية سيبك من ناحية الكمية انما من ناحية الالتزام والتركيز والدوافع وكده الكلام ده طبعا احنا بننبئ ليه ليه فرقتنا كانت وحش ساعة الجد فرقتنا كانت اه وحش لأسباب تخصها وتخص المنافسة وتخص ما يحدث مع هدم معنوات كل لعب على حده حسين الشحات يا راجل اللي تبهدل واللي يوم خرج بالقايمة قالك سوارش استبعده لعدم القناعة اتضح ان عنده قطعف الغدروف بقاله مدة طب دايق فيه حد يبقى عنده قطعف الغدروف ويقدر يديك مستوى ثابت في حد طلع عليك ما هو الوينش عنده نفس الاصابة تعرف لو كده ده تفصل لماذا الوينش ما هواش احسن مدافع في فصل النهارده يقول تمس لاو العزر احنا عايزين نشوف الناس احنا عندنا سكواد كنا فرحانين بيه حاجات حاجات حلوة جدا لكن طبعا من بعد كاس العالم حدثت متغيرات تأثر على اي فريق هنيجي في ظرفه ونتحدث ده كان كلام مهم جدا عن قافة الانية اللي هي المشكلة ساكنة عند الخبراء والمحللين والنقاد الجمهور ده شي طبيعي جدا الجمهور الهزيمة ممكن تدايقه والفوز ممكن يسعده فمعنوياته ومشاعره متحولة وسريعة وده امر طبيعي جدا لكن المفترض المحللين والخبراء والنقاد ناس بتشتغل على قناعات حقيقية وقيم مهنية واحد واضحة مهنية وعلمية مش هي في الهوى اي حاجة بتمرجحها ده نقد مراجيح لا ومش توديه شوية هوى يوديه من هوى يوديه مهمة جدا مش انتقائية بتجيش ترصدني ويسيب نفس الموقف أصعب منه لغيري ولا تتعقابه وفي نفس الوقت ظاهرة حوال فعلا لأنك انت مش شايف لحاجة واحدة فقط تخص النادي الاهلي الاهلي بيعاني من عدالة اعلامية مفقودة وفادحة جدا حقنا النهاردة وحق الاهلي علينا ان احنا نكشف كل ده